انيس بجلبان خلبالك كان ليا موقف معايا حلو جدا وقت ما كنا منلعب في 2006 لما خسر النهائي بتاع الهدف بتاع ابوتريكا في السواني الاخيرة جالنا النادي الاهل الموسمي البعديه خسرنا برضو احنا بطول الدوري ابطال افريقيا كان امام النجم استحالي بسادة القاهرة فاروح تبصيص له كده فقط اللبس قلت له انيس انت ايه دخلت عينها بجلح الشمال ولا ايه قاعد بيضحك يعني ما شاء الله كان عنده الارادة والشخصية اشتغل السنة اللي بعدها وصلنا نهاية دورة بطال افريقيا وكننا اخدنا البطولة امام الاوطن الكاميروني فدي كان من المواقف الجميلة اللي بتجمعني بينه بينه انيس انيس لعب لعب ممتاز لعب عنده تاريخ كبير في النادي اسفاقسي شجعني برشا مش نجي للنادي الاهلي اعطاني لمحة كبيرة على النادي الاهلي على العائلة بتاع النادي الاهلي على مبادئ وتاريخ النادي الاهلي اللي خلاني نتشجع اكثر بش نكون موجودة هنا في النادي الاهلي ونحب ان نقوله الكلام بك اطلع على حقيقة ونصائح اللي قالتهم لي والكلام اللي قالوا على النادي الاهلي هو اللي شجعك أنيس فأما كلام قالوا على النادي الأهلي ما تنجمش تصدق إلا ما تشوف فلما جيت النادي الأهلي وشفت المبادئ والتاريخ والمعاملة والاحترام اللي موجود في النادي الأهلي لا يخليك أي لعب يحلم أن يكون موجود في النادي الأهلي وخلي بالك ده المعتاد دايما من المقدرش أقول الأجانب أو المحترفين أنت مجرد ما تدخل النادي الأهلي عندخلت قط اللبس إحنا خلاص بنعتبرك مصري يعني وسطنا وواحد من اللعيبة المصريين موجودين الحمد لله أنا لقيت ترحاب كبير من أول يوم ليا في النادي الأهلي من الجمهور اللي قيت ومستنيني في المطار اللاعبين للإطار الفني كل الناس كانت فرحان أني أنا كان موجود واليوم أنا نقول لهم أنا فرحان أني اخترت النادي الأهلي ونعرف اللي أنا اخترت حاجة ممتازة وحاجة كبيرة وعند عراقتها وعند اسم وتاريخ إن شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظلمت عن نياسة كل إن شاء الله أهم النصيحة بقى